والكلام عن العود ذو شجون الله يبرك حقيقة حدنا ودنا نعرج على مسألة دهن العود وبعدها بناخذ هالأنواع اللي انتم جبتوها وتعرفون للمشاهد كل نوعنا على حيدة لكن ودنا نتكلم عن دهن العود وطريقة استخراج دهن العود وكيف أميز بين دهن العود المغشوش ودهن العود الأصلي أتكلم يتفضل يا باب عبد دهن العود لما تأخذ طبعاً للأخوان كلهم نبغى محضرون يتكلمون عن دهن العود طيب نفرض يا أخوان هذه كسرة العود لما نظف كسرة العود ما يخرج من التنظيف كسرة العود نفسها ما تطبخ في دهن العود في الغالب إلا ما ندر أو لما تطبخ للسلاطين أو للملوك لأن تطلع الكسرة غالية ولما تطبخ دهن العود يطلع دهن العود مكلف لكن ما يخرج يا أخوان من التنظيف من العود البقايا هذه التربة تأخذ ثم توضع في ماء وتخمر في ماء فترة بعضهم يخمرها سبوع بعضهم سبوعين بعضهم ثلاثة على حسب المنطقة في الهند ولاوس فتنام بورما يحبون أن تخمر شهرين فأكثر ليش يريدون تكون نكهة دهن العود فيها حدة يخمرونها بالماء ثم يأخذون هذا العود بعدما يخمر ويضعونه في قدور خاصة للطبخ فتخرج لما توضع في القدور هذه تطبخ بعضهم يطبخ يوم بعضهم يومين بعضهم ثلاثة فالغالب إلى سبعة أيام كأقصى حد في ماء يطبخونها في قدور نحاس تحت هماء في داخل هماء يضاف لها ماء ثم يولع النار تحتها بالقدور هذه ثم تمر بمرحلة تقطير ماء بارد ثم يخرج البخار ثم يخرج قطرات العود بأمر الله زي طريقة تقطير الورد مشابه جدا لها إلا أن دهن العود في مرحلة رجعة لأنها أيام الورد لا ما في مرحلة رجعة طبخة وحدة يعني حق 6 ساعات 7 ساعات أما العود لا لازم لخط رجعة لأن العود مادة متجمدة صلبة فلذلك استخراجها تحتاج أيام حرارة فيه من اليوم الأول يبدأ يخرج العود من هذه التربة التي أضيفت في ماء ثم أضيفت إلى قدور ثم أشعلت عليها النار ثم خرج التقطير والتكثيف يبدأ يخرج دهن العود هذه المادة العظيمة التي خرجت من هذه الكسرة هي لتسمى دهن العود تتفاوت من دولة إلى دولة كجمال رائحة وكزكاوة يختلف جمال الدهن بعوامل أبرزها الماء المضاف الماء الحلو غير الماء الهماج كذلك نوع الخشب اللي يطبخ فيه هل هو خشب عادي مستزرع غابات خشب معمر خشب لهدور كذلك يا أخوان نفس القدر لهدور في إخراج الطبخة كذلك المدة طبخة اليوم الواحد أفضل من اليومين واليومين أفضل من الثلاثة والثلاثة أفضل من الأربعة وهكذا لذلك ما يبيعون لك طبخة اليوم الأول في الغالب إلا إذا دفعت مبالغ غالية لأنها تكون هي الأجود في يجمعونها إلى أن تنتهي ستة يام ثم يخلطونها مع بعض ويبيعونها لك وهذا ليس غش يا أخوان وإنما هذا يعني هذا يحمل هذا فيخرج بالنهاية بأمر الله هذا اللي يسمى ويطلق عليه جهن العود وجمال جهن العود أسأل الله يا ربي يمتعنا وإياكم بطاعة ونعيمة طيب المعتق يا أبو عبد الملك المعتق يا أخوان له أمرين الأمر الأول إذا خرجت الرطوبة لأن الدهن أول ما يقطر وينتهي يكون من خواص الدهن وجود ماء الماء هذا يعني هذا مختلط بالدهن اللي طلع أي نعم صعب تفرقته في البداية ففي عدة عوامل إما إخراجه عن طريق الشمس بعد ما يطبق ويخلص يوضع في الشمس يتبخر الماء ويبقى صل الدهن يعني يجعل في الشمس مكشوفا أي مكشوف يغطى بشاشة حتى لا تنتي الحشرات أو الأتربة فيخرج تخرج الرطوبة الآن ولله الحمد خرجت عندنا ولله الحمد أجهزة طرد الرطوبة اللي تسمى الطرد المركزي يوضع داخل الزجاجة مثل زي المغناطيس يوضع تحته في يدور وتحته يا أخوان صاج حار الصاج الحار هذا يخرج الرطوبة الماء في خلال يوم أو يومين الشمس تحتاج بعض هين عندنا إلى أسبوع بعض هين إلى عشرة أيام كل يوم تحطه ساعتين ثلاث حتى يتبخر الماء شوي ثم تدخل في الظل مفتوح الغطى عشر أيام هذه يا أخوان في يوم واحد تخرج لك الظل لأنه صاج حديد ويخرج الرطوبة فإذا خرجت الرطوبة أصبح الدهن الآن مناسب لاستخدام التعتيق المقصود به يا أخوان واللي تبرأ به ذمة الإنسان إذا قال هذا معتق يعني سنوات سنوات يعني ثمان عشر خمسة عشر أقدر أقول معتق لكن بعض الأخوان يطلق عليه مجازا إذا خرجت الرطوبة قال ترى معتق تقول ليش تطلعت الرطوبة لا التعتيق يعني يا أخوان لما أقولكم هذا بيت عتيق في القرآن يا أخوان يعني مضى عليه زمن طويل قديم لذلك إذا أطلقت على الدهن قديم أو عتيق أو معتق يعني ترى قديم مرة عليه سنوات فهذا طيب وش الفائدة بالجمال بالقدم كل ما كان قديم أي طبخ بأعواد أفضل كان زكاوة أعلى وأجمل خرجت الرطوبة بقي القوام لذلك في الغالب تجد القديم ثقيل لم يبقى إلا خلاصة الدهن جماله وزكاوته لذلك شيخنا بعض الدهن تشم تذكر الله من الجمال صدقت يعني وهذا يا أخوان أسأل الله سبحانه وتعالى طيبنا وياكم من الجنة وبعض الأدهان تشمها عادية جدا ما تروق لها نفسك بل مثل ما قال صاحبنا قد ممكن تثير الحساسية وخاصة يا أخوان بحر الدهن الغشفي واسع صدقت طيب هذا هذه ربع التولة أي نعم الدهن العود الأسلي طيب كم تكلف؟ على حسب زي مثلا منطقة من المناطق مثلا في تايلند زي ترات يتراوح غالبا من المئة إلى المئة والثمانين تقريبا ربع التولة ربع التولة الجديد إذا كان قديم عدتك قد يصل إلى ثلاثمائة أربعمائة ريال للربع التولة لكن مثل أنواع مثلا بورمي مثلا أو لاوس أو فتنامي أو بعض أنواع الكامبودي القديمة أو بعض أنواع الهندي القديمة قد تصل ربع التولة من أربعمائة إلى ستة مئة ريال وفي وجهة نظر القاصرة كل ما زاد عن هذا فهو دخل في مرحلة المبالغة يعني كل ما زاد عن الخمسمائة تقصد ستمائة يعني كل ما زاد عن هذا دخل مرحلة المبالغة إلا بعض الأصناف التي لا تكاد توجد اللي هو الهندي المأتق مثلا أي في بعض أنواع يا أخوان مثلا اللي يطلق عليه مثلا بوسامكة بعض أنواع القديمة ليست موجودة الآن قد يرفع صاحبها ليست لأن لندرتها أي لندرت العود هذا مثل ما كان في العواد سابق يعني دخلت عند أحد المحلات وراني دهن جميل صراحة جميل سألتك قال ربع التولة أظن ربع التولة بـ 12500 الكية قلت تولة بـ 50 12500 ربع التولة قلت له ما تستهد قال لا لا يعني زي لا تبخس السلعة قلت له ما أبخسها لكني أنا تاجر عود ولي ولا الحمد في الشغلة قرابة 23 سنة و24 سنة أعرف أن هذا قيمة السوقية كذا قال لأنه نادر قلت ممكن لأنه نادر لكن ما تصل لهذه القيام بالأصل يعني يصل مرحلة معينة من الأسعار يعرف الإنسان جودة الدين حنا بقي أسئلة كثير لكن قبل لا ننسى ترجمة نانسي قنقر